احنا النهاردة امام يوم للمتعة للكورة النهاردة بتكلم على اسبانيا والمانيا نهائي مبكر بتكلم على البرتغال وفرنسا مطشين يعني هنشوف كورة حلوة ومنشاط قوية جدا نبدأ بقى باسبانيا والمانيا اللي بيشوفوا يعني عدد كبير جدا من المتابعين والمحلين انه هو نهائي بظبوط يعني انا شخصيا وانا كراجل متابع بسواء بحكم شغلي او بحكم ان انا كراجل حتى متفرج انا كان نفسي ان المباراة دي اسبانيا والمانيا تبهيها النهائي نتبهيش وحد فيهم ان يوضع البطولة مبكرة لكذا سبب اول سبب لان اسبانيا من خلال لو تبعت مباراةها من اول البطولة هي تقدر تقول ان هي الفرقة الاكتر توازن يعني تقدر تقول كتيم هو التيم الافضل من ناحية الاداء والنتائج تشعر ان هما فريق قوي فريق ان هو قادر ان هو يقدر يوصل على الاقل من اول مباراة وان تقدر فريق ده يقدر يوصل للسيمي فاينل مع دلفونتا ابتدوا ان هما بيحافظوا جزء كبير على هوية فكرة الحيازة مثلا من خلال الكرة بس في نفس الوقت ابتدوا يقدموا زي ما بقولوا دايمينشن جديد بالنسبة الاسبانيا ان هو استخدام الاطراف اللي دايما موسعين برضا ملعب زينيك ويليمز مثلا على سبيل المثال وطبعا يمال موهبة بورشلونة اللي هو قادم بقوة لعيبة لو ماكملش 17 سنة هو اصغر اصغر لعب في بطولة اليورو اي فلانا عشر بالزبط 16 سنة و365 يوم تقريبا وكانت قال حاجة طريفة جدا في المانيا ان هما كانوا بيمنعوا ان الناس اللي اقل من 18 سنة من العام البعض 9 8 مساء وكان فيه وقتهم وفاوضات ما بين دغا اسبانيا وازاي المانيا والتحاد الدولي يقدروا يوصلوا لتوازن الرجل يلعب في لعب بالليل يعني هو في الاخر عنده مدرسة يعني بس هو فعلا موهبة استثنائية بس ما نبادر عشان يصحى الصفحة بس ما نبادر عندنا فهو طبعا كان بيعاني او كانت فيه وفاوضات في موضوع كان فكاهي يعني بالنسبة لناس اللي بتابع بس هو فعلا كموضوع جدي وكانوا بيتحاول انهم يوصلوا معهم لشكل مانيا مال يقدر يلعب بشكل طبيعي بدون مخالفة القانون الالماني يعني بس عامتا فيه كمان لعيف ممتاز جدا ظهر بشكل كبير جدا زي فابيان لوي مثلا مع منتخب اسبانيا وده للأسف لانه بيلعب بي اس جي ما بيحظوش بنفس المشاهدة للدور الفرنسيوي زي بقية الدوريات مثلا زي الدور الانجيزي بسقدم برضو بطولة كبيرة جدا ده بالنسبة لمنتخب اسبانيا فانا شايف انهم من افضل فرق ما كانش افضل الفرق كتيم كما جموع من اول ماتش في اليورو السانية صحيح صحيح يجي بعد كده عندك منتخب المانيا عندك انا شايف انهم يمتلكوا افضل مدرب موجود في البطولة هو مدرب مستوى اعلى من فكرة ادارة المنتخبات عاماته يعني هو يستحق انه يكون مدرب فريق كبير تتفرج عليه كل اسبوع فانا شايف ان ناجلزمان هو من افضل مدربين بطولة مدرب زاكي جدا رغم صغر سنه مدرب يعرف يتفاعل مع المباراة اسناء سيرها بيقدر يغير من اسلوب لعبه بيقدر ازاي يعد من ادوار اللعيبة التكتيكية عشان يواجه الخصوم اللي قدامه انا شايف ان المانيا بتقدم بشكل محترم جدا ممكن ما يبقاش الافضل ولكن هو شكله مقنع يخليه يوصل للادوار الاخرانية اعتماده بشكل كبير جدا على لاعب او استدعاءه تاني اللي هو زي توني كروس اللعب من الاعتزال الدولي وده تقريبا هي دي خلاص هو اعلن اعتزاله ببقى بعد بطولة يورو دي تبقى الختام بالنسبة لكاريرو بيقدم بطولة ممتازة من ناحية ازاي ساعد الفرقة في انه هما زي يضراب الخطوط من خلال البساطة من العمق الملعب تغير امتلاكه طبعا للعيب اللي انا بعتبره هو ممكن من افضل برضو اللاعبين في البطولة زي جمال موسيالة اللي هو ممكن برضو لو تحرك من باري مونخ الناس تستمتع به اكتر مثلا في البريماليج تتفرج عليه بشكل اسبوعي طب هل تتفق مع الرأي اللي يقول انه اسبانيا عندها فنيات اكتر لكن بتنقصها الخبرة يعني الخبرات موجودة اكتر في الفريق الالماني ولو قلنا كده كفتين ففيه كفة الفنيات ممكن نشوفها في فريق اسبانيا لكن الخبرة اكتر في الفريق الالماني هل ده يرجح كفة المانيا مثلا عن فرنسا يعني على اسبانيا عفوا لا يعني انا مش وانا بتفرج من البطولة من البداية انا كن شايف ان اسبانيا ما بتقابلش المشكلة دي قوي صحيح هي احنا ما عرناشا انه فرق اللي بتقدر تتأخر في النتيجة ولكن هم بيمتلكوا لعيبة عندهم خبرات يعني هم بيمتلكوا مثلا لعيب زي رودري انا شايفه ان هو واحد من افضل لعيبة الوسط في العالم ما كانش افضل لهم كان لعيبة الارتكاز بتمتلك لعيبة ممكن الاسامي زي مثلا انريك لابورت مثلا اللي هو السنتر باك اللي هو المدافع اللي كان بيلعف منشست سيتيو حاليا بيلعف النصر عنده مثلا موراتة ممكن يكونش افضل فرق بس هو قريدي شارك في بطولات كبرى على مدار السنين فاتت فانا مش حاسس ان هو ازمة قوي ولكن حتى العناصر بطاعهم اللي ممكن تقال عليهم عناصر شابة هم بيلعبوا بشكل رجلة بشكل مستمر الفرق كربة بدي قوة للاسبانيا اكتر بزبط هم اصلا ممكن يتقال عليهم عناصر من العناصر القوة يعني احنا نتكلم في يمال ونتكلم في نيكو ويليمز رغم مع عمالهم الصغيرة بس هم مؤسرين جدا راحب مع بالباو وعب مع برطولونا وهم زي ما تقول ان هم منورين واضحين جدا دورهم متشعرش ان هم لعيبة صغيرة او مرتبكة فده اوكي انا معك ان المانيا فيها بعض اللعيبة اللي عندها خبرات اكتر بس انا شايف ان اسبانيا ستيل ميتقالش عليهم ان هم لعيبة صغيرة او ان هم قلت الخبرة ممكن تعمل لهم مشاكل توقعاتك للماتش انا توقعاتي ان هي عمو تبقى موراء يعني هتبقى موراء اعتقد ان يعني اسبانيا هتحاول تفرد فكرة المشكلة ان الفرقتين بيسعوا للحيازة الفرقتين بيسعوا انهم مين هو اللي هيقدم بقى فكر اكتر يساعده ان يستحوز على القورة ويضع يسبب للفرقة التانية مشاكل بس انا اعتقد ان اسبانيا هتنجح ان هي تحافظ على الحيازة لان هي تمتلك لعيبة بجودة تقدر تحافظ لهم على الحيازة في نفس وقت ممكن تسبب مشاكل كبيرة لدفاع منتخب ألمانيا تحديدا من ناحية الاطراف